أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو أن سوء فإن الله كان عفوا قدرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يتيهم جرهم وكان الله غفورا رحما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائقة بذلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاتهم ويناتوا فعفعوا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بمساقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب السجد وقلنا لهم لا تعدوا بالسبت وأخذنا منهم ميساقا غليظا يا فبما نقدهم ميساقهم وكفرهم بآية الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه نفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصد مع سبيل الله كسرا وأخذهم الربا وقدره عنه أكلهم أموال الناس بالباطل وأعددنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن راسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الأخير أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وساق ويعقوب الأسباط وعيس وأيوب ويونس وهرون وسليمان وآتينا داود زبرا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزا الحكما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهدا إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد يضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلبوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسرا يا أيها الناس قد يجاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في العرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستغبر فسحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا ويعذبهم عذابا عليهم ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصرا يا أيها الناس قد جاكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نرم بنا فأما الذين آمنوا بالله وعطاهم به فسيدخلهم برحمة منه وفضل ويديهم إليه الصراط مستقيم يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولاد وله أخت فلها نس ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كان تسنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حذ نسين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة العنعام لما يطلع عليكم غير محل السعيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشار الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربي مرضانا وإذا حللتم فاسطادوا ولا يجرمنكم شنانقوا من الصدقوا من المحن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الهث والغضوا واتقوا الله إن الله شديد الإقاب حرمت عليكم الميتة والدم ورحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنقنقة والموقوزة والمتودية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وتستقسموا بالأزلام ذلكم بسعى اليوم ييسى الذين كافروا من دينكم ولا تخشهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأطممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينها فمن اضطر في مخمصة غير متجان في الإذف فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل وحل لكم الطيبات ما وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقولوا مما أمسكن عليكم وأذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعم الذين أوتوا الكتاب حلوا لكم طعمكم حلوا لهم المحسنات من المؤنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن وجودهن محسنين غير مصافعين ولا متاخذي أخدان ومن يكفر من الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فوصلوا وجوهكم وعيدياكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وعجولكم إلى الكعبين وإن كنتم جربا فاتطهروا وإن كنتم رضا وعلى سفن أو جاء أحد منكم إلى الغاية أو لمسكم النساء فلم تجدوا مانفة يمموا سعيدا طيما فعمسوا بوجوهكم وعيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرد ولكن يريد ليطهركم ولنثم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم ومن ساقه الذي وساقكم به إذ قلتم سمين وطعنا اتقوا الله إن الله عليم بذات السدر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لإله شهداء بالقصر ولا يجري منكم شنآن قوم ألا علا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا عملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يمسوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله من ساق بني إسرائيل وبعثنا منه 12 نقيبا وقال الله إني معكم لإن أقمتم صلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم رسولي وعزرتمهم وأقردتم الله قردن حسنا ولا يكفرن عنكم سياتكم ولو دخلنكم جنات تجني من تحت الهر فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم واجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواده والعناس حظوا مما ذكروا به ولا تزال تطل على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصرى أخذنا من ساقه فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله مما كانوا يسنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم سؤلون يبين لكم كثير مما كنتم تخفون من الكتاب وعفونا كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي بالله من اتبع لدوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويديه من آصرات مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومه في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وحباه قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المسير يا أهل الكتاب قد جاءكم أن يبين لكم على فترة من الرسل أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نظير فقد جاءكم بشير ولا نظير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعل لكم ملوكا وآتاكم ما لم يأتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة الذي كتب الله لكم لا ترتدوا على أدباركم ما تنقل بخاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها تيخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون عن عم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمه فإنكم غالبون على الله وتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب عنك وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي واخير فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنك محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في العوض فلا تسال القوم الفاسقين واطلوا عليهم أبا أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من آخر قال لأقتلنا قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسطة يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبؤ بإثم وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نسه قتل أخيه فقتله وأزبع من الخاس فبعس الله غرابا يبعس في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك تبنى على بني إسرائيل أنه من قتل نسهم بغير نفسنا أو بسياتهم في الأرض وكان ما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكان ما أحيا الناس جميعا ولقد جاءت مسلنا بالبيناد ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرون إنما جزاء الذين يحارمون الله ورسوله ويسعون في الأرض وسادا أيهم قتلوا أو يصلى أو توقط عيدهم وأرجلهم من كلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيوا في الحين في الدنيا ولهم في الآخرات عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله فرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتقوا إليهم السلة وجاهدوا في سبلي لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومسلوا معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيام ما تقبل ما تقبل منهم ولكم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقط وإذاهما جزاء بما كسبان كهلا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه لإن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذي من يشاء ويفضل لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارغون في القفل من الذين آمنوا من الذين قالوا آمنا بأفوهم ولم تؤمنوا قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكرم سماعون لقوم آخرين لم يتوك يحرفون الكلمة من بعض مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فأخذوه وإن لم تؤده فاحذروا ومن يرد الله متنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا تزوى لهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب يكالون للصحة فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلا يدرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقصدين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها وحكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك من المؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونر يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار يستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهاداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآيات سبرا قليلا ومن لم يحكم مما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص لا تصدق به فهو كفات الله ومن لم يحكم مما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثار من عيسى بن مريم وصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه أدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنزيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بلحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه آه عما جاءك من العلم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستمي الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا بين أبيكم وما كنتم فيه تخذلون وأن يحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبعه آه وإحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليه فإن تولى فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض الظنوب وإن كثير من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصر أولياء بعدهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرضي سارعون فيهم يقولون أن أخشى أن تصيبنا دائر فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عيده فإسبح على ما سروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جاهد أيمانهم إنهم لمعكم حبيثت أعمالهم فعسبه خاسر يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك وطل الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليهم إنما وليكم الله رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون زكاةهم راقعون ومن يتولى الله رسوله والذين آمنوا من حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين وطلوا الكتاب من قبلكم والكفار عولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديت من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كن يا أهل الكتاب هل تنكمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أن أكثركم فاسقون وأن أكثركم فاسقون كل هل أنبئكم بشر من ذلك مأسوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه واجعل منهم القردة والخنازير العبد الطاغوت وعبد الطاغوت أولئك شر مكانه أضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا قد دخلوا بالقفر وهم قد خرجوا به والله أعلم مما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعضان وأكلهم الصحف لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار وانقولهم الإثم وأكلهم الصحف لبئس ما كانوا يصنعون فقال ينفك كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض مسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئات ولأدخلناكم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم سامى يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعسمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كسرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا وصابنا النصر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا من ساق بني إسرائيل وارسلنا إليهم رسلا كلما جاهم وسلوا مما لا تهوى أنفسهم فريق كذبوا فريق يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا صموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا صموا كثير منهم والله بصير مما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله بربي وربكم إنه من يشئ بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله واستغفرنا والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقا كان يأكلا للطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السبيع العليم قل يا أهل كتاب لا تغلوا في دينكم غير حق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل ودلوا كسر ودلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن ممكن فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أرسوا وأنسخط الله عليهم وبالعذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عدوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولتجدن أقربهم ودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصرا لذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم شكرا